وارجعنا لكم بعد الفاصل ويمكن قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضراتكم على أهمية مباراة اليوم اللي هتجمع نادي الزمالك مع نادي أبو سليم الليبي في الكونفدرالي الأفريقية ومباراة النهاردة زي ما احنا كنا سمعين كده مبارح وأول مبارح ان المباراة كانت ممكن تكون مهددة يعني انها تكون غير مزاعة ويمكن بالفعل مبارح الكابتن عمر أبو العز المدير الإداري الفريق نادي الزمالك كانت بلغ بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني لمباراة أبو سليم الليبي مع نادي الزمالك اللي ممكن المباراة ما يتم مش إزعيتها لأسباب بقى تقنية واحنا بصراحة يعني بنتكلم في عصر أصبح النقل التلفزيوني ده يعني من أبجاديات نجاح وتسويق أي حدث رياضي وأي بطولة كبيرة بحجم البطولات الأفريقية زي سواء بطولة دوري الأبطال أو بطولة كأس الكونفادرية الأفريقية وبقت زي ما أنا بقول لحضراتكم حاجة يعني حاجة ما تنفعش حاجة ما ينفعش تحصل ما ينفعش أصلا اللي احنا نتكلم في وجودها أو عدم وجودها فاحنا بصراحة ما كناش قادرين نصدق ولا جماهير نادي الزمالك كانت هتتقبل بصراحة أننا احنا يعني احنا في سنة 24 ولسه حد النهاردة مباريات زي ما أنا بقول لكم البطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال أو حتى يعني لو بتتكلم على أي بطولة كرية في الدنيا ما ينفعش الحاجات دي ما تتزاعش وما ينفعش يعني تبقى زي ما أنتوا عارفين حقوق القناة النقلة لهذه البطولات سواء دوري الأبطال أو الكونفادرية الأفريقية ما ينفعش أنها يعني ما تزاعش المباريات دي تتكلم في نادي الزمالك من أكبر أنداف أفريقيا أو الشرق الأوسط ليجا ما يربي الملايين في كل حتة في الوطن العربي في العالم كمان ما احنا عندنا الناس مصريين يعني اللي عادين في أمريكا واللي عادين في دول أوروبية فمن حقهم أنهم يتفرجوا عن نادي الزمالك لكن الحمد لله خلاص المشكلة تحلت يمكن انبرح بالليل وخلاص رجع الكاف وقبلغ مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي نادي أبو سليم الليبي إن المباراة خلاص هتزاع بشكل طبيعي فبالتالي إحنا الحمد لله كزمالكوية هنتفرج على نادي الزمالك النهاردة والمباراة إن شاء الله هتنقل بشكل طبيعي على زي ما أنا بقول لحضراتكم وإنتوا عارفين القناة اللي حاصلة على حقوق بث مباريات البطولة فدي برضو كانت من الحاجات المهمة اللي كانت شغلة بل كل جماهير نادي الزمالك نوعا ما يعني خلال اليومين اللي فاتوا فنادي الزمالك إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون على قدر المسؤولية بإذن الله النهاردة اللعيبة تقدم مباراة تليق باسم نادي الزمالك وتليق بشخصية نادي الزمالك وتليق بأسام اللعيبة النهاردة اللي هتكون موجودة في أرض المباراة وإن شاء الله بإذن الله الجهاز الفني ومستر جوسي جومز النهاردة يكون معاه التوفيق في كل اختياراته وفي تشكلاته وكمان في يعني تغييراته خلال المباراة وفي خطته وفي كل حاجة إن شاء الله بإذن الله النهاردة بنتمنى فيها كل التوفيق لنادينا العظيم نادي الزمالك ويحقق إن شاء الله بإذن الله النهاردة نتيجة إيجابية بإذن الله تطمننا على نادي الزمالك عشان بعد كده احنا كده كده زي ما انا قلت لكم احنا كده كده خلاص دمنا الصعود بشكل كبير جدا لكن احنا عايزين نتطمن على مستوى نادي الزمالك على شكل نادي الزمالك على اسلوب نادي الزمالك في وجود جهاز فن جديد ووجود صفقات جديدة باذن الله عشان المباريات الهمة اللي جاية واكيد اهمها مباراة النادي الاهلي باذن الله يوم 8 مارس في نهاي كأس مصر